واضح إن ارتفاع أسعار السكر مستمر معنا حبة حلوين لأن للأسف لسه سعره مستمر في الصعود رغم طرحه في البورصة وده بشهادة التجار نفسهم فيطرة ليه سعره مستمر في الزيادة ووصل لكام دلوقتي وإيه القرار اللي خدته الحكومة عشان تزبط الأسعار كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده أنا لارا متحد لسه السكر سواب صداع ملايين المصريين واللي بيشتكوا من الارتفاع المستمر في أسعاره وده اللي أكده حازم المنوفي عضو الشعب العامة للمواد الغذائية في تصريحه الأخير لمصراوي لما كشف عن ارتفاع السكر بشكل ملحوظ في الأيام اللي فاتت عشان يوصل سعره دلوقتي ما بين 29 جنيه لـ 30 جنيه للكيلو طب يا ترى إيه كان سبب زيادة سعره لفترة اللي فاتت سبق وقال حازم المنوفي في تصريح ليه إن اللي وراء أزمة السكر الحقيقي هم أصحاب مصانع الحلويات والعصائر لأنهم بيخزنوا كميات كبيرة من السكر والمنتجات دي بتكون منتجات أغذية وده كان بيسبب نقص ملحوظ جداً في المعروض من السكر في الأسواء المحلية وبرضه وضح من خلال تصريحاته إن جشع التجار خلاهم يخزنوا السكر بكميات كبيرة جداً وبحيث إنهم يعطشوا السوق وده بينقص المعروض من السكر في السوق والسبب طبعاً عشان يبيعوهما بالسعر الأعلى وده كان من أهم الأسباب الرئيسية لارتفاع السكر وحسب حسن الفندي رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات المصرية أسعار السكر زادت في أرض المصنع بحوالي 24% عشان يبقى بسعر 24 ألف جنيل الطن وده نقلاً عن اقتصاد الشرق وعشان تبقى عارف انتاج مصر السنوي من السكر بيوصل لـ 2.800.000 طن سنوياً أما بقى استهلاكنا بيوصل لكام؟ بيوصل لـ 3.200.000 طن يعني غالباً بنعتمد على الانتاج المحلي من السكر لتلبية احتياجاتنا وبرضو بنستورد جزء بسيط من الخارج طب يا ترى الحكومة عملت ايه عشان تسيطر على الأزمة دي؟ بص يا سيدي الوزارة كانت أعلنت في بيان لها انها استوردت 150 ألف طن سكر خامل برازيل وقالت الكمية المستوردة دي هتوصل خلال شهر سبتمبر أو كتوبر وكمان كنوع للاطمئنان للمواطنين قالت الوزارة ان الاحتياطي الاستراتيجي للبلد من السكر هيكفي لشهر فبراير 2024 مش بس كده ده كمان الحكومة طراحت السكر لأول مرة في البورصة وحسب الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع الخطوة دي جت بالتنسيق مع الحكومة وتنفيذاً لسياسات الدولة المصرية اللي بتدور ازاي تنظم أسواق السلع الاستراتيجية من خلال البورصة وهدف الحكومة وقتها من طرح السكر بالبورصة هو ضبط السلع في الأسواق لأنها بتخلق طريقة التداول مباشر بين المنتجين السكر والمصانع وبكده تقضي على الحلقات الوسيطة اللي بسببها الأسعار بتزيد وعلشان كده نبهت على شركات الانتاج بأنها تطرح كميات كبيرة من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع عشان يبقى السكر متوافر ويبقاش في تاني أبداً نقص للمعروض منه والمفروض بقى أنه هيوفر من المعروض من السكر مع استقرار كمان سعره في الأسواق فهل تفتكر أن القرار ده عشان يجيب نتيجة محتاج وقت أطول؟ ولا فيه سبب تاني وراء ارتفاع أسعار السكر وأن فيه إيد خفية وراء الموضوع ياريت تشاركونا برأيكم في التعليقات